موسيقى أهزاء المشاهدين أهلاً ورحباً بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي خلال الأيام الماضية القريبة الماضية بدأنا نسمع نغمة جديدة في حديث الحكومة وبالذات على لسان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي التي هدد بها من يطلقون الصواريخ على المنطقة الخضراء وأماكن أخرى بالعقاب الشديد رغم أنه وجه مثل هذا التحذير أكثر من مرة ووجه مثل هذا الكطاب أكثر من مرة لكن هذه المرة ربما تختلف طبعاً لا بد من القول أن هذه عملية قصف المنطقة الخضراء مقبل الميليشيات ومطار بغداد ومناطق أخرى في بغداد هذه ليست عملية جديدة وقد تكررت عشرات المرات وسقط فيها الكثير من الضحايا وخاصة من العراقيين وسقطت على بيوت العراقيين وقتلت كثير من العراقيين هذه حقيقة وخربت كثير من الممتلكات العامة والشخصية لكن لم نسمع في يوم من الأيام أنهم استطاعوا أن يلقوا القبض على بعض هذه الميليشيات إلا في مرة واحدة تم القبض على 14 من الميليشيات قالوا أنهم مسكوا معهم مثل ما قال بيان الحكومة ووزارة الداخلية والأمن الوطني في وقتها قالوا مبرزات جرمية وهي قواعد الصواريخ التي تطلق على المنطقة الخضراء وأخذوا هذه الميليشيات إلى جهاز مكافحة الإرهاب وإذا بالميليشيات تخرج وتحاصر المنطقة الخضراء وتدخل إلى المنطقة الخضراء وتحاصر جهاز مكافحة الإرهاب وتخرجها إلى 14 من الميليشيات ويضعون صور الكاظمي تحت أقدامهم ويدوسونها ببساطة إلهم ويهددونه علنا قبل أيام كان قصف هناك قصف شديد ربما قصفت المنطقة الخضراء بثمان صواريخ لم تقع للسفار الأمريكي لكن سفار الأمريكي لديها حمايات الآن حماية خاصة وأجهزة خاصة وسائل دفاع عن نفسها فتبعد الصواريخ عنها تقع الصواريخ والصواريخ عادة غير دقيقة في قصفها تقع على بيوت كثيرة في المنطقة وذهب ضحايا عديد من الضحايا من أهل العراق عموما هدد مصطفى الكاظمي بأنه سينال منهم هدد بعض الميليشيات قال هذه ميليشيات مفلتة قبل تهديده بساعات كان قاءاني قاد الحرس الثوري الإيراني بديل سليماني في إيران كان قد زار بغداد والتقى بالعديد من المسؤولين بينهم مصطفى الكاظمي وأعطى الضوء الأخضر للنيل من بعض هذه الميليشيات لا لأنهم قد تخلوا عن هذه الميليشيات لكن إيران لديها حسابات كثيرة الآن سياسة تقتضي في هذه الفترة الفترة القريبة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض ودخول بايدن إلى البيت الأبيض تغيير الإدارة الأمريكية من الجمهورين إلى الديمقراطيين بايدن وعد الإيرانيين بأنه سيعود إلى الاتفاق النووي فورا سيفتح على وهم لديهم معود من أطراف كثيرة قريبا من بايدن بأن الأمور ستنفرج عليهم ما عاد الحصار على الشركات الإيرانية على النشاطات الإيرانية ستنفرج كثيرا وإيران ستبقى معاملة خاصة الحقيقة فهم ينتظرون هذا الوقت إضافة فلا يريدون أن هذه الأيام الباقية أن يفرط عليهم ترامب ويقرر ضربهم ضربة ربما مؤذية وشديدة لإيران خاصة في هذه الفترة لذلك ترامب وباشرة هدد قال إذا ما قتل أمريكي واحد فسأحمل إيران المسؤولية وسننال من إيران عفوا وأمريكا بعثت إلى منطقة الخليج حاملة غواصة نغوية وحاملة طائرات كبيرة وطائرات بي 52 وطائرات كثيرة وتوحي بأن لديها استعدادات معينة لتهديد إيران فإيران تخشى من هذا الوضع وهي في وضع ضعيف جدا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إضافة إلى أن ميليشياتها في العراق تعاني من ضيق كبير جدا الشعب قد كشفهم الشعب كله ضدهم ضد تصرفاتهم فلابد من إعادة ترتيب الأوراق جاء قاني لإعادة ترتيب الأوراق ربما سيضحون بالبعض منهم لذلك خرج مصطفى الكاظمي في زيارة ليلية في بغداد في الكرخ والرصافة ويهدد ومعه مجموعة من العسكرين وقائد مكافحة الإرهاب ويعني داروا في أكثر من شارع في بغداد في أكثر من منطقة وكان يهددهم أنه سنان منهم والأمن في العراق بالنص قال أن الأمن في العراق أمن العراق أمان في عناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات وطبعا اعتقلوا كان واحد يقولون أنه هو من العصائب كانوا قد اعتقلوه يقولون أنه هو المسؤول عن ترتيب هاي أمر إطلاق الصواريخ وإذا بالعصائب تخرج إلى الشوارع وتهدد بأنها ستنال منهم إن لم يخرجوه وحتى طوقوا يعني ما يسمى بوكالة وكالة الاستخبارات في بغداد طوقوها قريبا منها ويقال بعض الكتب التي يعني نشرت على وسارة التواصل الاجتماعي تدل على أنه تم الاتفاق مع العصائب هذه ميليشيات العصائب على أطلاق صراحة وتحويله إلى أمن الحجد الشعبي يعني إخراجه من الاستخبارات نفض يد الحكومة منه وإخراجه إلى الحجد الشعبي لكي يتعامل معه وبالتالي انتهت المشكلة وعادوا وإذا بميليشيات العصائب يعني تهدئ الأمور وتدعي أن من أطلقوا التهديداتهم ليسوا منهم غير معروفين المهم في كل هذه القضية الكاظمي أراد من جولته الاستعراضية في بغداد الليلية هذه أن يقول إن الحكومة حكومة قوية طبعا عشرات المرات لم يستطع أن يقف أمام الميليشيات وعندما تحدثنا عن هذه القضية عندما أخرجوا الميليشيات من جهاز مكافحة الأرهاب لم يفعل شيئا وداسوا على صوره ولم يفعل شيئا ولم يتحدث بلغة واحدة الآن ما الذي حدث؟ ما الذي جعله بهذه القوة؟ الأجهزة نفس الأجهزة الأوضاع نفس الأوضاع ما الذي يجعله؟ هناك محاولة لتبيض وجه الحكومة هذه تبيض وجه النظام وليس الحكومة بكل أحزاب محاولة لشراء وجه الشعب أن هذه الحكومة التي خرجت من هذا الرحام من العملية السياسية هي ضد الميليشيات ضد العصابات لا تقبل بالاعتداء هي دولة لها هيبة لها قدرة هذه القضية مكشوفة حقيقة لا يمكن التلاعب بها كذبة كبيرة الوضع مثل ما هو الكاظمي لا يستطيع أن يتحرك إلا بموافقة الميليشيات ربما سيضحون بالبعض من الميليشيات ويختار أن يواجههم ويقضي عليهم ربما لكي يقولوا أن الدولة لديها هيبة ولديها قوة لكي يخيف الشارع في نفس الوقت ولكي يجعل الدولة هيبة مصطنعة كاذبة انتظاراً لانتخابات قادمة تفيد إيران يعني ليس انتخابات انتظاراً لتغيير الرئاسة الأمريكية مجيء بايدين هذا شيء يفيد إيران هكذا الحسابات الإيرانية وبالتالي الأمور ستتغير هم ينتظرون هذه الشهرين أو ثلاثة أشهر القادمة يعني على مضض يصبرون عليها لكي يفرطوا على الناس بالتالي يخافون من أن يفرط عليهم ترامب خلال الأيام القليلة الباقية له في البيت الأبيض لذلك يحاولون تهديئة الأمور والادعاء أنهم أقوى من الميليشيات وأن التقارير الأمريكية عن عدم قدرة الحكومة تعرض الميليشيات التابعة لإيران للسفارة الأمريكية كلها غير حقيقية وبالتالي يأتي بايدن إلى البيت الأبيض فيجد تقارير يعني تساعده على التعامل مع إيران بشكل أفضل وبشكل أكثر مفيدا لإيران هذا ما يأملونه وبالتالي كل الذي جرى وخروج الكاظمي كان خطة إيرانية ليس أكثر من رسم السيناريو لها هو قاءاني عندما جاء إلى بغداد وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله